ثالث حاجة بيعملها الرجاء دوت حاجة جميلة جدا ومش بس إنها حاجة تخدمني لكن كمان أي شخص قبل الرب يسوع الرب متوقع منه إنه يشهد عن يسوع في ناس تقول إحنا في إيه ولا في إيه يا أسيس جيرجس خلينا نطلع من الكاب ولا إحنا فيها ديت بس الرب عايز يستخدم الوقت ده لأنه إله حلو قوي بيحاول اللعنة إلى بركة من الظروف الصعبة ديت عايز تكون فرصة إننا نشهد يقول كده الكتاب الآية الجميلة بيقول إنه إزاي إنه مستعدين إن أنتوا تجاوبوا عن سبب الرجاء اللذي فيكو يعني مستعدين يعني ده الرجاء اللي جوايا بقى يعدني إكويب مي إنه أشهد عن الرب أخدم الرب فيه ناس تقولي أنا ما بعرفش أوعص أنا ما بعرفش أتكلم ما عرفش إزاي إن أنا أعمل كده أنا مش زي الأخ نظار مثلا يا سلام على فصحته وكلامه والنعمة اللي بتخرج من فمه أو كده لكن فيه ناس تقولي أنا ما عرفش كده أقولك حاجة إنه لو تتملي بالرجاء هتلاقي فرص بتتفتح لإن أنا نشهد فيه مغناطيس اسمه مغناطيس الرجاء اللي بيجذب الناس لأنهم فقدين هذا الشيء لكن يحسوا بالسلام والفرح لجونا مصدره الرجاء اللي رب عامله فيسأله عن إيه سبب الرجاء اللي عندك دوت فتبقى فرصة إن أنا نشهد كل ما تملي بالرجاء كل ما المؤمن يكون شاهد للمسيح أكتر وأكتر والرجاء لا يخزي آمين مثل ما بقول الكتاب